السلام عليكم ان شاء الله لكم بخير سوف نتحدث معكم عن المكتب وسوف نتحدث معكم مع المساعدين لدينا مساعدة لدينا المصور كاميرامان لدينا محتاجينه اليوم لدينا مساعدة التصوير هنا ثانيا مرتاح في هذا الفيديو نبين لكم كيف نعمل كيف نستعمل كيف نستعملهم كيف نستعمل تصوير قلوة عندك جودة مليحة حاجة الأولى اللي نبدأ بها ما زال ما نستعمل كاميرا كما نقوله professional نستعمل جهاز الهاتف نستعمل معه برنامج ايروين ونصقه مع الميكرو سما بالوي في و هنا يجب أن تعمل الوي في تكون تخدم بش ما يكونش عندك الديلاي في الاخر يعني نحكي على ال في الوي في لا يكونش عندك تأخر بكثير في الكاميرا هذي رح يتقلك بكثير في الميكرو في ناحية التصوير دائما نستعمل نعمل ب OBS Studio نعمل ب OBS Studio و نزيد ثانيا نعمل بالرامعة في الكاميرا عندي OBS Studio و نعمل بالدافينشي في ناحية الـ Editing و نعمل ب كاميرا و نعمل ب كاميرا و نعمل بكثير في الو بي اس و سنحل الميكرو و نعمل ب كاميرا اللوبيس ستنة دقيقة I change things for you صحة سنة نقلها هذه صحة في اللوبيس كينا حاجة راني نخدم بها كما راكم تلاحظوا هنا ايه اوكي window capture سحيد display capture يعني تلاحظوا في اللوبيس راح مقسوم عندكم منص هذا هذا اللي نصور به vertical screen راكم ليتم مؤخرا نصور زوج نصور فيديو في vertical screen اللي نحطهم في اللوبيس كما في فيسبوك كما نحطهم في reels ونحط عندي في الجهة الأخرى عندي كما نقول screen اللي نخدم بها screen اللي نحط بها في اليوتيوب this is how I do it في اللوبيس اللوبيس سهل دقعة مقسوم عندي هنا screen و virtual screen مثلا هنا كان نحب نزيد window مثلا نخدم window نقل window capture وننروح مثلا عندي هنا أسمى I can use both of them هذه نجم نحطها في اليوتيوب نجم ممبر كما تنذير طريقة جديدة أنني نحط مثلا هذا الفيديو كما راكم تشوفوا راح يتركورد هنا قادر يكون يوتيوب كما نقول فيسبوك live وقادر هذه ثانية نحط youtube live this is how I do it وهذه الطريقة صراحة يعني ساعدتني بزاف 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 بالخدمة نتاعد ومثلا كما تلاحظوا أنا عندي دائما two screens عندي دائما دوز ايكرون الحق صراحة دوز ايكرون نفعوني بزاف عندي ايكرون نخدم بها من نخدم بها مثلا نشوف بها ونحط مدلا لإيكرون اخرى نجم ندير بها display نجم بارتاجها مع الناس هذه يعني صراحة كما نقول نحنا نفعتني بزاف بزاف it helped me a lot نعرف كما منا دوك على بالي يعني نشوف OBS هذا وشي خرج ورح قدامي هنا يراكم تشوف هنا قدامي الأسائي ممكن دي لها analysis ندير تحليل للناس this is how I do it صح نعود ونرجع display capture نعود ونرجع صح نعود ونرجع هنا نقلع هذه window capture ونعود ندير اوك سننتخلط هنا window capture display capture صح هذا هذا مرة تصر لي خالو ضح I forgot where am I this is a now we're going to yeah ok صح ok here we're going to OBS here ok راكم تشوف this is the logic that we're working in editing which is editing when we're working with OBS we're working with DaVinci Resolve DaVinci Resolve we're going to see where the problem has a lot of work in some of the things that we're going to like this video that we're going to here we're going to we're going to click on it to the marking we're going to so we're going to click on it here as we're going to see for example in the video there's one thing that we're going to with it we're going to color we're going to color spacing color spacing that we're going to do with Samsung G Gamet 3Sene this is that we're going to because it makes color perfect there's a few times we're going to make some improvement on the sound there's that the there's a lot of things you're going to say if you have the sound or the microphone that's very not the microphone I'm going to say the microphone has a lot of eyes the thing that I'm doing for the sound is Lobby Studio we're working a lot in plugin that's they're that's 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 نشوف عندي هذا الـ AI Noise Cancellation Microphone اللي هي رقم واحد اللي نافعتني في الصوت باش نكونوا متفاهمين يعني سامسونج عندي آزيوس فيها AI Sound Noise Cancellation يعني بتقنية تنقية الصوت بالدكاء الاصطناعي هي اللي خالي الصوت صافي أما وكان نقل راح يقول يتسمعوا هادل قطوط أحده يشخروا ورح تسمعوا في ولي تسمع في الكليماتيزر مرات تسمع في الحس يعني راح يكون بزاف كائن فوضى هذه نفعتني بزاف كائن تاني بزاف لنفعيني نفعيني البلوغينز البلوغينز مثلا كنت دخل هنا filter آلا وراء هاي وراء audio آآ audio سننا أتقيها where is it آآ أوك ها هما الفيلتر where is it سننا أتقيها آآ آآ شوف تخلطت لي وراء ها audio input device property no I don't know why it's selected in a different aspect آآ شوف كين مرات شوف جي تخدم فيديو تتخلط لك كلش مش عفعة لا تخرج لي هادي I don't know why this is happening force and one and two I don't know why it's selected audio audio آآ قعد وقعد TDR so I can plug in this is one of the plug in that makes the sound شوية أحسن عندي هاد another plug in كيف كيف تاني هاد هاد ينقص هاد يزت لحظة معاك تشوف هنالست هاد يحاولي نقصها so this is how I'm using this frequency عادنا تاني TDR slick تاني هاد يحاولي يدير واحد شوية لباس في الصون يعني اللي نحتاجه in the wider هاد تاني يخدم stereo يعود يرجع صوت stereo the expander تاني حاولي يعالج لي الصوت وانا دي فيديو غير خفيف حبيت تشارك معاك بحاجة خفيفة كما هاد ونفهم كيف كيفاش رح يمشي كيفاش البرامج مرات تاني رح نحاول نديروا فيديو يعني كما نقول يكون in depth نحاول نحكي فيه ملاح وعلكم كل أمور الوجيسيال والهاردوير and everything وانا نقول هاد يحاولي اعراء عكم في التعليقات سلامهيك